موسيقى نشأة السادسة عبر شاشة ليبيا لكل احرار والبداية بالعنوين البنيان المصوصة تؤكد تنفيذ طيران الدعم الدولي اربع ضربات جوية على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط واستهدفه سيارتين مفخختين للتنظيم وسلاح الجو الليبي ينفذ اربع طلعات استطلاعية قوات الصائق الموالية لعملية الكرامة تؤكد مقتل عنصرين من منتسبها يوم همس في محور شارع الشجر بلغوارشا اجتماع الحوار السياسي والمجلس الرئاسي يناقش تشكيل الحكومة الجديدة وتأخر مجلس النواب في اقرارها وكوبلر يصف الاجتماع بالبناء والصريح قال المتحدث الرسمي باسم غرفة عمريات الطوارئ الجوية بعمرية البنيان المصوصة محمد جنونو انه تم تسجيل ثماني طلعات جوية فوق سرط يوم امس واضف جنونو لقناة ليبيا لكل الاحرار ان طيران الدعم الدولي نفذ اربع ضربات جوية على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط كما استادف سيارتين مفخختين قبل وصولهما لتمركزات قوات البنيان فيما نفذ سلاح الجو الليبي اربع طلعات استطلاعية فوق مواقع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم غرفة العمريات الخاصة بعمرية البنيان المصوصة محمد الغصري ان الوضع في مدينة سرط يشهد هدوءا حذرا منذ ما يقارب اليومين ونفى الغصري لقناة ليبيا لكل الاحرار ما اوردته بعض وسائل الاعلام حول القبض على قياديين تابعين لقوات ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط واصفا هذه المعلومات بالعارية عن الصحة اذا وقد حققت قوات عمرية البنيان المصوص تقدما مهما في العديد من المحاور مؤخرا واخرا منطقة الجزء المعروفة بستمائة وحدة سكنية تفاصيل اوفا عن نوعية العمريات العسكرية التي تقوم بها قوات البنيان وسرية الهندسة العسكرية التابعة لها في هذا التقرير نجحت قوات عملية البنيان المرسوس بمساعدة سرية الهندسة العسكرية في تطهير المناطق المحررة داخل مدينة سرط من الاسلحة والذخائر التي تركها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة قبل ان تلوذ بالفرار عشرات الصواريخ والقنابل والعبوات والاحزمة الناسفة والالغام ملقات ومخبأة هنا وهناك تمكنت قوات سرية الهندسة العسكرية الخاصة بالرغم من الخطورة التي تحيط بالعملية من التعامل معها وفكها قمنا بمشاركة القوات المكلفة بتحرير سرط ونزع الألغام والتفخيخات من أمام القوات وتم ذلك بفضل الله عز وجل حققنا جميع نزع التفخيخات التي قام بها العدو قوات سرية الهندسة العسكرية جابت بحذر المناطق المحررة بمدينة سرط رفق قوات البنيان المرصوص تفاديا لوقوع أي خسائر وتعاملت مع كل أشكال مخلفات الحرب بالمنطقة هذا ويرى الكثير من المحللين أن الهزيمة التي لحقت بما يعرف بتنظيم الدولة في عدة مناطق بسرط تعد خسارة كبيرة وموجعة لهم لا سيما وأنهم بسطوا سيطرتهم عليها لأكثر من سنة وفيما تستعد قوات البنيان المرصوص لاقتحام آخر معاقل التنظيم في ليبيا فإن مخاوف دولية بدأت تلوح في الأفق من لجوء عناصر التنظيم لهارب من سرط إلى دول الجوار لتبقى المخاوف من خطر هذا التنظيم قائمة في انتظار حلول جذرية أرجع الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية سليمان بن صلاحة في مداخلة سابقة سبب تباطئ قوات البنيان المصوص في التقدم داخل مدينة سرط إلى افتقار القوات إلى جهزة ومعدات تساعد في الكشف عن الألغام المزرعة من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة يرجع سبب هذا السباط أو هذا الهدوء ربما لخطة وضعاتها وقت عملية البنيان المصوص للاستقليل من الخسائف الأرواح البشرية وأيضا ربما لوجود عوائل الدواعش للنساء وأقصال موجودين في الحي رقم ثلاثة وعمرات التثنية وذلك بإعطاء فرصة لهذه العوائل للخروج ومغادرة الحي إلى مكان آمن قال الناطق الرسمي باسم مستشفى مصرات المركز أكرم قليوان أن المستشفى يستقبل يوم أمس جثمن عنصر من قوات عملية البنيان المصوص إثر المواجهات الجارية مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سرط وأضف قليوان أن المستشفى يستقبل أيضا سبعة جرحى من قوات عملية البنيان المصوص تفاوتت إصاباتهم بين الحرجة والخفيفة والمتوسطة أكدت قوات تحريات السائق الموالية لعمرية الكرامة مقتل عنصرين من منتسبها يوم أمس في بنغازي وأوضح تحريات السائق على صفحة رسمية أن العنصرين قتل في محور شارع الشجر بالقوارشة منويهة أن أحد القتلى قضى إثرى انفجار لغم أرضي ويشار إلى أن محور القوارشة يشهد اشتباكات دورية بين قوات الكرامة وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي قال قائد قوات عملية الكرامة خلف حفتر أن مصر والشاد تتصدران قائمة الدول الداعمة له مضيفا أن باقي دول الجوار مترددة في تحديد موقف واضح انتجاهه وأوضح حفتر في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية أنه يستعين بخبراء جانب يقدمون له مساعدات تتعلق بتحليل المعلومات والتدريب في بعض المجالات العسكرية كما حمل حفتر بعثة الأمم المتحدة مسورية ما آلت إليه الأمور السياسية في ليبيا منوها بأن البعثة الأممية ساهمت في تعزيز قوة بعض الميليشيات الموجودة في العاصمة طرابولوس وفق تعبيره قال عضو لجة الحوار السياسي أشف الشح أنه تم خلال الاجتماع بين أعضاء الحوار السياسي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الحديث عن خطوات تشكيل الحكومة الجديدة ومناقشة مماطلة مجلس النواب في إقرار الحكومة حسب وصفه وأضف الشح أن إقناة ليبيا لكل الأحرار أن نائبي المجلس الرئاسي عمر الأسود وعلي القطراني كان من بين الحاضرين للاجتماع حيث أبدى القطراني معارضته للاتفاق السياسي بإصخيرات ومن جهة ثانية أعلن الشح أن أغلب الحاضرين طالبوا بضرورة تنفيذ الاتفاق السياسي بالكامل كما طالبوا بتقديم قائمة بأسماء التشكيلة الحكومية هذا وقد استنفت اليوم في العاصمة التونسية اجتماعات أعضاء الحوار السياسي الليبي التي تهدف لبحث سبل تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بإصخيرات وبحسب مصادر إعلامية فإن الاجتماعات عقدت اليوم بحضور المجلس الرئاسي ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر مؤكدة التحاق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المقاطع للقتراني لاجتماعات اليوم نقش أعضاء الحوار السياسي في اجتماع انطلق أمس الاثنين ويتواصل اليوم الثلاثة في تونس خلال تطورات في ليبيا وبحث الاجتماع سبل تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع بإصخيرات التقرير التالي يصارد جانبا من أجواء الاجتماع في يومه الأول البحث في تطبيق بنود الاتفاق السياسي الموقع بإصخيرات المغربية من الأولويات التي يطرحها اجتماع أعضاء الحوار السياسي بالعاصمة التونسية الذي يستمر ليومين بحسب تأكيدات رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا جلسة الاثنين ناقشت أداء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وما مصف بالتعثر في حل حالة الأزمة الاقتصادية بالبلاد وردنا على إمكانية تعديل الاتفاق السياسي أكد عضو لجنة الحوار السياسي فتح بشاغة أن عمل اللجنة يقتصر على تتبع تنفيذ بنود الاتفاق فقط دعياً مجلس النواب إلى أن يعدل الإعلانة الدستورية قبل تعديل لائحة تنظيمية للمجلس مجلس النواب خارج الاتفاق السياسي على مجلس النواب أن يعدل لائحة الدستورية قبل وثم يطبق المادة الستاشة التي تلوح إحدى بنود المادة الستاشة هي تعديل اللائحة التنظيمية لمجلس النواب في غضون ذلك أكد عضو لجنة الحوار السياسي جمعكوسة أن إعادة تشكيل لجنة الحوار السياسي وعودة عدد من الأعضاء لجلسات الحوار سيقدم إضافة جديدة للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي عودة زملاء المعلقين عضويتهم السيدة وفيق الشهيبي والشريف أعطى إضافة جديدة ودفعة للمضي قدما في تنفيذ الاتفاق السياسي فيما ذهب عضو اللجنة جمال عشور إلى أن مجلس النواب يمارس مماطلات لا مبررة لها حسب قوله مشيرا إلى أن هناك انقلابا على الديمقراطية وعلى الاتفاق السياسي من قبل الحاكم العسكري المعين من قبل مجلس النواب هناك تمزيق للاتفاق السياسي في المنطقة الشرقية وتعدي وانقلاب على الديمقراطية وعلى المؤسسات المدنية وعلى المدائل الملديات الذين انتخبوا ديمقراطيا استئناف جلسات الحوار السياسي تأتي في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى توسيع دائرة الحوار لضمان التوافق على بنود الاتفاق السياسي الذي يرى البعض أنه الحل الوحيد لحلحلة الأزمات التي تعصف بالبلاد ووصف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مرتل كوبلر اجتماع المجلس الرئيسي لحكومة الوفاق الوطني مع أعضاء الحوار الوطني في تونس بالبناء والصريح وأضف كوبلر في تغريدة على صفحة الشخصية بتويتر أن الأزمة الليبية بحاجة لحل فوري كما عبر كوبلر عن سعادته بانضمام نائبيا المجلس الرئيسي لحكومة الوفاق عمر الأسود وعليا القطراني لاجتماعات الحوار الوطني بتونس من جاتي قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان نهو جرى الاتفاق على ضرورة أن يعقد مجلس النواب جلسة صحيحة بحضور مراقبين دوليين وتتوفر بها ظروف الملائمة حتى يمارس أعضاء المجلس حقهم الديمقراطية تم الاتفاق تقريبا بالإجماع أيضا على أنه لا بد من الدعوة لجلسة صحيحة لمجلس النواب هذه الجلسة يحدد لها سقف زمني لا تتعداه وهذه الجلسة المهم أيضا أن يتم دعوة مراقبين دوليين لحضور هذه الجلسة هذه الجلسة تكون تتوفر لها الأجواء التي تسمح لكل أعضاء مجلس النواب أنهم يمارسوا حقهم الديمقراطي وفضى عضو لجة الحوار السياسي أبو القسم أكزيت في برنامج العاشرة بأن اجتماع اللجة ناقش في يومه الأول المطالبات الواردة بشأن الانضمام إلى لجنة الحوار من خلال زيارتنا لمجلس النواب هناك لازال تحفظات مختلفة المستويات مختلفة المستويات هناك تحفظات لازالت على الملحق الأول وهناك تحفظات على الحكومة يعني الحقيقة لم نلحظ تحفظات مهمة على نصوص الاتفاق يعني غير واضحة لكن هناك تحفظات كبيرة كبيرة وكبيرة جدا على الملحق الأول والحكومة والتحفظات الأكبر ربما تكون على الحكومة استبعد النشط السياسي مفتاح لملوم أن يخرج أعضاء الحوار السياسي المجتمعون في تونس بنتائج جوهرية تصب في مصطحة العمرية السياسية مضحانا مجموعة داخل مجلس نواب لن تتوقف عن دورها المعرق للاتفاق مجلس النواب لا أعتقد أنه سيعطي ثقة لحكومة ولا أعتقد أنه سيتوقف عن دوره المعطل للاتفاق السياسي لأن مجلس النواب أو الأقلية الموجودة في مجلس النواب هناك تأثير ضغوط كبيرة عليها من الخارج وهي لا تمتلك قرارها وبالتالي ستظل هذه المجموعة تعطل القرارات إلى الحد أنها في نهاية أمر تسعى إلى أن تسقط اتفاق السخيرات وتسقط المجلس الرئاسي قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنية عبدالسلام كاجمان أن اللقاءات التي عقدت على هامش مؤتمر اتكاد في كينيا نهاية غصص الماضي تهدف لتحسين الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية والتي ستنعكس بدورها على الظروف المعيشية والإنسانية داخل ليبيا وأضف كاجمان أنه تم التطرق خلال الاجتماعات إلى الجهود المشتركة بين ليبيا والنيجر في ملفات حماية الحدود من عصابات التهريب وتسلل الجماعات الإرهابية وإمكانية مكافحة الهجة غير النظامية وملف الاستثمارات الليبية في دولة ساحل العاج قال مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا جوناثا ونر أنه يتوجب على المجلس الرياسي لحكومة الوفاق أن يكون متأكدا من سلامة صندوق الثروة السيادية الليبي وشدد ونر في سلسلة تغريدات على صفحته الشخصية بتويتر على ضرورة حماية المؤسسة الوطنية للنفط وعيات الاستثمار الليبية ومنك ليبيا المركزي من أي تهديدات قد تعرض سلامة هذه المؤسسات للخطر حذر وزير الدفاع الفرنسي جونيفا لودريان من خطر الانتقال عناصر من قوات ما يعرف بتنظيم الدولة إلى تونس أو مصر بعد أن يتم طردهم من المناطق التي يسيطرون عليها في ليبيا وضف لودريان بحسب وكالة الأنباء الفرنسية في ندوة بباريس أنه يجب النظر بشكل جدي لمسألة توزع الإرهابيين حسب وصفه بعد السيطرة على مواقعهم في ليبيا كما عبر دوريان عناصفه أن لا تكون مجمل الدول المجاورة لليبيا وفرنسا وإيطاليا موحدة في التفكير في مسألة توزع الإرهابيين بعد السيطرة على معاقلهم في ليبيا شتنا متواصلة وفيها لجنة رعاية الحج تؤكد أن كل الترتيبات الخاصة من حجيج الليبيين في الأراضي المقدسة تسير بشكل جيد ومشكلة التحويلات المالية للحجار في طريقها للحل البنيان المصوص تؤكد تنفيذ طيران الدعم الدولي أربع ضربات جوية على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة في سيرت واستهدافه سيارتين مفخختين للتنظيم وسلاح الجو الليبي ينفذ أربع طلعات استطلاعية قوات الصائق الموالية لعملية الكرامة تؤكد مقتل عنصرين من منتسبها يوم أمسى في محور شارع الشجر بالقوارشة اجتماع الحوار السياسي والمجلس الرياسي يناقش تشكيل الحكومة الجديدة وتأخر مجلس النواب في قرارها وكبر يصف الاجتماع بالبناء والصريحة قال رئيس لجة الترتيبات بلجة رعاية الحج للموسم الحالي النايض على إبراهيم أن كل الترتيبات الخاصة بالحجج الليبي في الأراضي المقدسة تسير بشكل جيد وأوضح إبراهيم لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هناك إشكالية في الحوالات المالية للبعثة نتيجة تعطيل في المصارف السعودية بسبب نقص الإجراءات وأكد رئيس لجة الترتيبات بلجة رعاية الحج للموسم الحالي النايض على إبراهيم عبر مداخلة سابقة قرب حل إشكالية المخصصات المالية التي تواجه الحجج الليبي مشيرا إلى أن المصارف السعودية تمنع إعطاء الحوالات المالية إلا عبر جواز السفر فيما عديهم عصرات العشاء ولكي يكون تم سحب كافة جوازات السفر الليبيين ومثلما تسليمهم نشي فيه لتمكينهم من حصولهم على جواز السفر على مبلغ نبيه سيد رئيس البعثة وإن شاء الله نقوله أننا اليوم حتى فيه في الوقت أننا بنك الرياضة لعل الخطاب اللي بعثناها المدى الأولى يكون نسبة قبلية ولكن هذا ليس بالتأكيد ولكن ليلة هذه إن شاء الله تحسن الأمور غادرت بعثة حجاج بيت الله الحرام من مدينة درنة يوم أمسى الاثنين للأراضي المقدسة عبر مطار الأبرق أذا وكانت البعثة قد تجمعت تمام مسجد الصحابة وسط حضور من أهل المدينة وانطلقت باتجاه مطار الأبرق ترافقها سيارات الهلال الأحمر يشارل أن جمعية درنة الخيرية هي التي أشفت على تجهيز وجبة إفطار للحجاج قبيل انطلاقهم كمشاركة من قبل الجمعية لوفد الحجيج بالمدينة نقشة اللجنة المؤقتة لمتابعة الأوضاع الطبية في سرط عملية حصي وتقييم الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية نتيجة الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة وإيجاد حلول لجميع المختنقات والعقبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية لسكان المدينة وتم أيضا الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بوزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني على عملية الإشراف ومتابعة عودة العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية للمراكز الصحية ومستشفى بلسينا وتقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة السرط قال رئيس قسم التحري والضبط بمركز شرطة الجردة بسبب أن الدوريات التابعة للغرفة المشتركة بدأت بالقيام بجولة أمنية في مدينة سبهة وأضف شوائل لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الغرفة المشتركة تكونت منذ يومين من مديرية الأمن بسبهة وقوات الردع في إطار تكثيف الجهود للقضاء على الجريمة بالمدينة وطالب رئيس قسم التحري والضبط من المواطنين التعاون مع هذه الغرفة فيما طالب من جهة أخرى وزارة العدل بتفعيل السجون بالمدينة لردع المجرمين ومحاسبتهم أقيم بمعهد خولة للتعليم في مدينة درنة نشاط ثقافي بمناسبة اليوم العلمي للصحة هذا واستاذف النشاط المهتمين بمجال الصحة والمؤسسات التابعة لها حيث تضمن إقامة محاضرات علمية قدمت خلالها دروس عن صحة الفم والأسنان ومخاطر الأشعة على الإنسان إضافة إلى دور المختبرات الطبية في المؤسسات الصحية وقامت دارة المعاهد الصحية في ختام اليوم العلمي بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار كما أتيحت للحاضرين خلال الندوة مساحات للتحاور طرحت من خلالها تساءلت تساؤلات وأفكار متعددة يوم العلمي التقافي للصحة وكان التنويه عن محاضرة لقاها الدكتور أشرف سعاد الشاري عن الأسنان والفم والثانية المخاطر الأشعة لقاها الدكتور عدنان الجدامي وثلث عن المختبرات ودوره في المؤسسات الصحية لقاها الدكتور سعاد الخشخاش وهو منها ثلاثة من أعضاء كلية التقنية الطبية أطلق الهلال الأحمر ليبي فرع صبرات حملة تحت عنوان من خيرك ضحي غيرك لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود في شراء الأضاحي بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك وقال الأمين العام لفرع الهلال بصبرات الهادي أزواغي أن هذه الحملة تقام للعام الثاني على التوالي حيث سيتم توزيع الأضاحي هذا العام على أكثر من 85 أسرة من ضمنهم أسر ليبية وعربية وأسر نازحة ناقش رئيس لجة الأمن الرياضي وعدد من مسؤولي الأندية ورؤساء الانتحادات الرياضية إشكالية الحفاظ على استقرار أمن الملاعب والمناشط الرياضية بمدينة طرابلس ووضحت مديرية طرابلس خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المديرية أن الإدارة العامة للأمن المركزي ومديرية أمن طرابلس تسعى لمساعدة الأندية الرياضية لضبط الأمن داخلها كما تطرق الاجتماع لدور وسائل الإعلام في نشر الوعي الرياضي فيما طالب رئيس لجة الأمن الرياضي بتكليف متحدث رسمي لجميع الاتحادات والأندية الرياضية للمساهمة في نبذ التساطع الصب والمحافظة على الروح الرياضية من خلال توضيح الرؤية للشارع العام وتخفيف الاحتقان والتصدي للإشاعات إلى عنوين النشرة البنيان المرصوصة تؤكد تنفيذ طيران الدعم الدولي أربع ضربات جوية على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة في السلط واستهدافه سيارتين مفخختين للتنظيم وسلاح الجو الليبي ينفذ أربع طلعات استطلاعية وتصعق الموالية لعمرية الكرامة تؤكد مقتل عنصرين من منتسبها يوم أمس في محور شارع الشجر بالقوارشا اجتماع الحوار السياسي والمجلس الرياسي يناقش تشكيل الحكومة الجديدة وتأثر مجلس النواب في قرارها وكوبلر يصف الاجتماع بالبناء والصريحة في مزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تيفي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب كما يمكنكم متابعة البثة المباشر عبر لايفستيشن دوت كوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر